بسم الآب والإبن والروح الكدس إله واحد أمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نكون لك بكل شكر يا أبانا لازل في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزانا لازل الغد أعطينا اليوم وأغفر لنا زين وبنا كما نغفر نحن أيضا للمزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك القوى المجد إلى الأبد أمين مزمور 119 إليك يا رب صرخت في حزني فاستجب لي يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة واللسان الغاش ماذا تعطى وماذا تزاد أيها اللسان الغاش سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا سكنت نفسي في الغربة ومع مبغدي السلام كنت صاحب سلام وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلونني باطلا هليلويا هناخد النهاردة درس المسيحية وقضايا البيئة إحنا عارفين إن الله خلق الإنسان على صورته مثاله في البر والقداسة والتهارة ومنحه العقل والحرية والقدرة على إدراك الحقائق والتمسك بالفضائل فالإنسان حر له إرادة وله حرية الاختيار وله القدرة وسلطان على أشياء كتير ربنا إدهاله منحه العقل فهو قادر على الإبداع والاختراع وعمل أشياء كتير فالله أعطاه أن يكون متسلطا على الأرض كلها والأرض زي ما إحنا عارفين لها أغلفتها الأربعة الغلاف المائي والغازي والسخري والحيوي الحيوي من نباته حيوان فبعد ما ربنا خلق كل الخريقة خلق الإنسان في اليوم السادس وعطاه هذه السلطة فيعتبر ما يبدعه الإنسان وما صنعه وشيده في المجالات المتعددة هو صورة لإبداع الله الخالق فكما الله يخلق ويبدع هكذا الإنسان يبدع في جميع المجالات فنطلق على جميع ما خلقه الله ويحيد بالإنسان من سماء وأرض ومعليا من بحار ومحطات ده اسم الطبيعة إنما نطلق على جميع ما خلقه الله ويحيد بنا بالإضافة إلى ما صنعه الإنسان وشيده من حضارة بنسميه البيئة ففيه فرق ما بين البيئة والطبيعة الطبيعة هي كل ما يحيد بالإنسان وخلقها الله له إنما البيئة هو كل ما يحيد بالإنسان زائد اللي صنعه الإنسان وبناه وشيده من حضارات فهنتكلم دلوقتي عن المقصود بالبيئة وعناصرها هنقول البيئة هي كل ما صنعه الله من العناصر الطبيعية بالإضافة إلى ما صنعه الإنسان نتيجة استغلال عناصر الطبيعة ومواردها يعني الاتنين مع بعض اللي صنعه ربنا واللي صنعه الإنسان نتيجة استغلال الطبيعة اللي صنعها الله عناصر البيئة بتتمثل فيه عنصرين مهمين جدا هو الإنسان والطبيعة وطبعا الطبيعة زي ما احنا عارفين بتشمل الأربع أغلفة الغلاف الغازي والمائي والسخري والحيوي فعناصر البيئة هي الإنسان والطبيعة فالبيئة تعتبر ملك الله وليست ملك للإنسان منحها الله للإنسان وله سلطان عليها فهي منحة وعطية من الله للإنسان ايه موقف المسيحية تجاه البيئة؟ هنقولها تاني إن البيئة ليست ملكا للإنسان والبيئة ملك الله منحها الله للإنسان وله سلطان عليها فللرب البيئة وإحنا أي حاجة بنتكلم عنها بنجيبها من خلال الكتاب المقدس فيتضح إن للرب البيئة في مزمور 24 لما قال لنا داود النبي للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار سبتها فالله هو خالق الطبيعة وهو مالكها والإنسان مجرد ساكن فيها يعني مستأجر فيقول الله في الكتاب المقدس في تكوين لسحة الأول عدد 25 أن الله خلق كل ما هو حسن يعني بعد ما ربنا كان بيخلق كل حاجة يرى الله أنه حسن جدا فخلق الله كل ما هو حسنا ثم خلق الإنسان على صورته على صورة الله خلقه والدليل في ذلك تكوين واحد سبعة وثلاثين وصلت الله الإنسان على الطبيعة وكل ما على الأرض لما قال لنا ثمروا واكثروا وإملأوا الأرض ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور سماء هنا بيديهم مسؤولية أنهم يخافوا على الحيوانات والطيور وكل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم يعني ربنا بيسلمها لهم كمسؤولية كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعجب الأغضر دفعت إليكم الجميع غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوا فهنا بيوصيهم على حيوانات الأرض وكل الخليقة اللي ربنا خلق وبيوصيهم كمان أنه بيقول غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوا يعني ما يكلوش لحم نيء ولا يشربوا دمه فهنا محبة الله وتحننه على الإنسان أعطاه الأرض وأعطاه السلطان على كل ما يدب على الأرض والسلطان هنا المسؤولية كما أعلن في مزمور 115 عبد 15 لما قال أنتم مباركون للرب الصانع السماوات والأرض السماوات سماوات للرب أما الأرض فأعطاها لبني آدم يعني لآدم وأولاده للبشرية كلها البيئة مصدر تعاون بين الله والإنسان فالبيئة تخص الله لأنه صنعها وخلقها وتخص الإنسان لأن الخالق منحه وأعطاها له لما قال لنا في تكوين 12 لنسلك أعطي هذه الأرض وكمان ورسها لأولاده لما قال ليعطيك هذه الأرض لترسها فالإنسان يارس هذه الأرض ملكية الإنسان للأرض بمثابة ملكية مستأجر فهي وزنة منحها الله للإنسان ليستثمرها ويحافظ عليها فأوصل الله الإنسان بحراستها ورعيتها وأعطاه السلطان ليتسلط على الحيوانات والنباتات ففي تكوين 1-26 سمك البحر وطير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات هي تضب على الأرض أعطاه السلطان على كل ما يضب على الأرض فمفهوم السلطة في الكتاب المقدس معناها الخدمة والرعاية وليست سيطرة فالسلطة هي تعتبر منتدبة ومسؤولة ليست من حق الإنسان وإنما هي أعطي له منح من الله للإنسان وفضل عليه فيقول لأن لي الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندي يعني الله يملك الأرض وأعطاه للإنسان كمنحة وهم كغرباء ونزلاء عند الله كلف الله الإنسان بالعديد من المسؤوليات المباشرة تجاه البيئة زي إيه؟ أول حاجة إن هو يزرع الأرض ويهتم بيها لما قاله في تكوين 2 عدد 15 وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها فهنا أوصاه بالعمل والحفظ يهتم بالأرض ويزرعها تاني حاجة إن هو يسمي الحيوانات بأسمها زي ما قال في تكوين 2 عدد 19 وجاب للرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل تيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دع به آدم ذات نفس حية فهو اسمها وتالت حاجة كلفه بيها الله أن يكون في خدمة الخليقة لما قاله في تكوين 1 عدد 28 وبارك هما الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملاؤوا الأرض واخدعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى تيور السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض فالإنسان ليه سلطة على كل ما يدب على الأرض وسلطته هي في الرعاية والخدمة وهناك فرق بين السلطان والسيطرة أو الهيمنة إذ بسيطرة الإنسان غير الحكيمة تأكلت التربة وتلوث الهواء والماء وقطع الغبات وغيرها من التصرفات الغير حكيمة اللي أدت إلى تلوث البيئة كلها بينما السلطان يتضمن المسئولية والرعاية للبيئة وأن جميع المخلوقات على الأرض لها علاقة متشبكة بعضها ببعض فلو حصل تلوث الهواء يؤدي إلى تلوث الماء وبالتالي يؤدي إلى تلوث الثروة السمكية وإلى تلوث الإنسان نفسه والنباتات وهكذا فكل البيئة متشبكة مع بعض فالمشكلات البيئية صارت تهدد الطعام والماء والهواء اللي بيستخدمهم من الإنسان ومهمين جدا في حياته على الأرض فكل الدراسات البيئية اللي هي اسمها الأيكولوجية تؤكد أن السبب الرئيسي لهذه المشكلات بيعود إلى أنشطة الإنسان يعني أنشطة الإنسان الغير حكيمة هي السبب في كل المشكلات البيئية والتلوث البيئي الكنيسة والبيئة تستخدم الكنيسة ما تعطيه الطبيعة من ثمار في خدمة التقوس الكنسية زي الزيت والقطن وأخصان الزتون والأمح والعنب وغيرها كتير فعندنا مثلا العنب بنستخدمه في عصير الكرمة اللي بتحاول إلى دم السعيد المسيح في القداس والأمح بنعمل بالأربان والبركة اللي بنستخدمها في القداس الإلهي اللي بتحاول إلى جسد السعيد المسيح وعندنا الزيوت بنستخدمها في عمل الأناديل والزيوت المقدسة القدسين فتعتبر البيئة لها علاقة كبيرة جدا بالكنيسة وتقصها لذلك فالكنيسة لها دور كبير جدا للحد من مشكلات البيئة ونشر الوعي البيئي ومكافحة التلوث البيئي وتصلي الكنيسة من أجل أتدالي الأهوية وخصب الأرض بالثمار وتصلي من أجل المياه والزروع والعجب ونبات الحقل والمياه كل يوم في صلواتها وفي أدستها كما ابتكر الرهبان في الأديرة حلول لمعالجة التربة وجعل التربة صالحة للزراعة لكن لا يمكن للتكنولوجيا وحدها أن تجد العلاج للمشكلات البيئية إذ لم يعاد تصحيح أخلاقيات ومعتقدات وتصرفات الأفراد في المجتمع تجاه البيئة فلازم يحصل نشر وعي بيئي ما بين الناس علشان يقدروا يحفظوا على البيئة بتاعتهم أي دور الكنيسة في الحفاظ على البيئة؟ أول حاجة تقييم وتعديل سلوك الأفراد للحفاظ على الموارد الطبيعية وتوجيه الإنسان إلى سلوكيات بيئية تحترم وتحافظ على البيئة والخليقة فلازم الأفراد يبقى عندهم سلوك يحافظ على بيئتهم نشر الوعي البيئي بضرورة المحافظة على بيئة سليمة ونظيفة مع التأكيد على الاحترام وتنفيذ كل قوانين الدولة التي تحافظ على البيئة تلاتة التركيز على أهمية الأخلاق الفردية والجماعية ومسؤولية الأجيال الحالية أمام الأجيال المقبلة للحفاظ على البيئة والتأكيد على أن البيئة وزنة منحها الله للبشرية يجب الحفاظ عليها واستثمرها لأنه سيحاسب عليها يعني البشرية كلها تحاسب على البيئة والحفاظ عليها خمسة التأكيد على مسؤولية الإنسان تجاه ذاته وتجاه البيئة كبيرة أو صغيرة أو ذات قيمة عالية أو منخفضة فهي كلها مسؤولية الإنسان كما اهتم الله بنا وبأدق تفاصيل حياتنا إحنا كمان مفروض نهتم بالبيئة حتى في أدق تفاصيلها زي ما قال في الوقت 12 أليست خمسة عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله فتعتبر البيئة هي مسؤولية الإنسان بالحفاظ عليها وتنميتها وذا كان دور الكنيسة ولإلهنا كل المجد من الآن وللأبد أمين ترجمة نانسي قنقر